اشتركوا في القناة وهي منزلة للربح والحرية والزواج ورح يمكت القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة تسعة وخمس وخمسين دقيقة من مساء اليوم الاثنين لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة السماك الأعزل وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتصليح طبعا القمر بما أنه موجود اليوم في برج العذراء من عود لطبيعتنا الجادة ننتبه أكثر لصحتنا بممارسة تمرين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب نقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك واردة أو شاردة دون تفحصها ومنجد أنه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دورهم نشعر أنه الناس شحيحون في عطاءهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا ونتوهم أمراض ما إلها أي وجود هاي أفضل فترة للتخلص من عادة سيئة كالتدخين شرب الكحول وأيضا بوسع نقتناء حيوان أليف أو مطالعة كتاب مفيد أو البدء بوظيفة أو عمل جديد بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اليوم في عنا زاويتين هم اللي ظلوا لهم تأثيرات الزاوية الأولى هي زاوية تسديس إيجابية بين عطارد وبين المريخ وهاي طبعا تأثيراتها لغاية يوم 6-7 وعند حدوث هذا الاتصال عادة بسود شعور عام بالويام فبسهل علينا التفاهم مع الآخرين وتعزيز العلاقات مع الأحبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية بين المريخ وبين بلوتو وهي تأثيراتها اليوم آخر يوم لإلها وعادة هاي بتولد عنا اندفاعات مخالفة للصواب وبتدفعنا للتمرد والتصرف بعكس التيار وعكس المجتمع ومقاومة النظام السائد والقوانين وبتعرق لنجاح مبادرة أو علاقة برضو هاي بتدل على مشاحنات وعنف انقلابات عسكرية أو مؤامرات أو عمليات تخريبية أو إرهابية وتفجيرات وحرائق وكذلك بعض الحوادث الطبيعية مثل الزلازل وحرائق الغابات أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل فعنا اليوم ثلاث زوايا مع القمر الأولى هي تسديس إيجابية بين القمر والشمس وهاي رح تكون في تمام الساعة وحدة ودقيقتين بعد الظهر بتوقيت درينيتش يعني تأثيراتها من ساعات الصباح لساعات المساء منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا منطلق المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الزهرة وهي رح تكون في تمام الساعة ثلاثة وسبعة وثلاثين دقيقة عصرا بتوقيت درينيتش أكثر المتضررين اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية لأنه بالفترة هاي بيتجهل التنفيس من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب أما بالنسبة للزاوية التي تليها والأخيرة وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهاي تقريبا رح تكون الساعة 11 و 22 دقيقة مساء بتوقيت درينيتش طبعا تأثيراتها من ساعات المغرب لغاية ساعات صباح اليوم التالي اللي هو يوم الثلاثاء هاي زاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع تجاه البعض كذلك من ناحية إيجابية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية اليوم وطبعا نبعد عن العمليات الجراحية لهاي الأعضاء هو الأشيء البنكرياس، الأمعاء الدقيقة، الأعور، القولون، الجهاز الهضمي الـ 12، المستقيم، أجهزة الإحساس والعيون والأذنين هذول أهم الأعضاء طبعا عمليات التكميم برضو للأمعاء لأنها تعتبر للمعدة وهي جزء من الجهاز الهضمي فلا ما منصح فيها خلال هذا اليوم ولكن بالنسبة للأعضاء الأخرى في جسمنا يوصى بإجراء عملية جراحية ما في أي مشاكل هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن أنه اللي بيشتغلوا أو بدهم يشتغلوا عمليات للعيون تجميلية للجفون أو الهايب منقول لهم أنه لا تصلح لهذا الأمر هذا اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد ولكن يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج العذراء قلو المسار القادم بيبدأ يوم الثلاثاء خمس سبعة في تمام الساعة ستة وثلاث دقائق مساء بتوقيت جراناتش وبيستمر حتى تمام الساعة عشر أو أربعة وعشرين دقيقة مساء لا يستقر القمر بعدها في برج الميزة أما بالنسبة لعمر القمر نسبة خمسة عشر في الميزة القمر في العذراء حتى يوم خمس سبعة سعيد الآن بنسبة خمسة عشر في الميزة ولكن في ساعات المساء يعني عند المغرب تقريبا بيبلش يصير منتحس بنسبة عشر في الميزة عطارد في الجوزاء حتى يوم خمس سبعة سعيد بنسبة ثلاثين في الميزة الزهرة في الجوزاء حتى يوم ثمنتعش سبعة سعيد بنسبة ثلاثين في الميزة الآن ولكن في ساعات الظهرة تنزل نسبة السعودة إلى خمسة عشر في الميزة المريخ في الحمل حتى يوم خمس سبعة سعيد بنسبة ثلاثين في الميزة المشتري في الحمل حتى يوم 28 سبع سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 عشر منتحس بنسبة 40% فرانوس في الثور حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر الآن موجود في البيت السادس فعشان هيك بيبدأ الحمل اليوم بتراكم أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم بتكون تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم حاولوا إيجاد الحلول علجوا المسائل الطارئة ممكن اليوم تتوصلوا لاتفاق برضو حاول اليوم تبحث عن حليف أو عن دعم واتجنب الإساءة للأصدقاء وشركائك وحاذر من التراجع الصحي برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بتظل الرغبة عندكم قوية في التقرب من أحبائكم وإيجاد قاسم مشترك بيجمعكم بالأحباء واليوم طبعا الطاقة عالية جدا رغبتكم بالتقرب من الأحباء أو من الأبناء برضو فرص ممتازة جدا للتفاهم أنت ممتلئ بحيوية وحماسة وبتقدر تتابع كل مساعيك للتواصل أو للتواصل مع المحيط ممكن يكون هذا اليوم من أفضل أيام الشهر وأوفرها حظا رح تشعر بالطمأنينة والراحة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم التركيز كله على أمور البيت والعائلة فرح تنشغلوا في تنظيم أموركم البيتية والعائلية بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ولكن بتعدوا عن المصاريف لزيادة ممكن تشعروا ببعض الحزن أو التعب أو الأعطال المنزلية أو مشكلة معينة تلفت انتباهك أو تأخذ اهتمامك أهم شيء أنك اليوم تبحث عن ملاذ آمن وهو البيت أو جانب من حياتك على أساس ما تبعد عن المشاكل يحاول أنك ما تنتقد أقرب الناس لإلك في نوع من أنواع التوتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط والأمور الطارية طبعاً اليوم هذا مناسب لشراء عقار أو استعجار بيت أو الأمور اللي بتتعلق بالبيت والعائلة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعاً اليوم تركيز كله على التنقلات والاتصالات والحوارات والنقاشات وعندك طاقة عالية جداً فعشان هيك بتكونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء السفر داخل المدن حاولوا أنكم ما تدخلوا في نقاش حاد مع الإخوة ومع الجيران اللي عنده امتحان اليوم الأجواء للامتحانات ممتازة جداً بيسجلكم هذا اليوم برضو لقاء مهم أو اتصالات مفيدة ممكن تجري بعض الأبحاث أو المفاوضات الناجحة أو تقوم بزيارة أو تلاحق عمل ملح وضروري خلال هاي الفترة رح يكون برضو ممتاز جداً برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً بتكون تخففوا من النفقات قدر المستطاع اليوم وخصوصاً اللي عندهم مشاكل عاطفية يبعدوا عن إسراف لفلوس قد ما بقدروا يبعدوا عن المشتريات الغير ضرورية واحرصوا على مالكم من السرقة أو الضياع ممكن تناقشوا موضوع مالي أهم إشانكم ما تتسرعوا في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل وحاول إنك ما تبذر أموالك وتكون عاقل ومتيقد قبل التوقيع على العقود وحدد أهدافك طبعاً اليوم في بعض الفرص المالية اللي بتيجي من مكاسب مستردة تبات دعم أو من عمل إضافي برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعاً اليوم بتشعروا بثقة بالنفس كبيرة جداً وقدرة على السيطرة على زمام الأمور بتكونوا مميزين بأداكم لفترة هاي واعدة بخبر أو تسوية أو انطلاقة أو مرحلة جديدة ممكن تطرح أفكار جديدة أو تجتهد في إنجاح مشروع جديد عندك اليوم حماسة ووضوح في الأفكار وقدرة على إتمام أي أمر حتى اليوم أنت رح تكون مميز وملفت للانتباه بالنسبة للجنس الآخر وعواطفك يعني نقدر نحكي ممتازة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً بيتطلب بينكم هذا اليوم الانتباه بشكل جيد لصحتكم لأن القمر صار موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بسيطر التعب الشديد عليكم اليوم وبكرة فممكن أنك تفكر في إلغاء بعض الموعيد أو الموعيد تلتغي وحدها حاول أنه اليوم أنك ما تبتعد كثير عن الأضواء يعني يخليك بشكل روتيني في تعاملاتك وفي إنجاز أعمالك ويحمي نفسك من المحتالين اليوم رح تهدأ الوتيرة وتتراجع الأرباح والحيوية فترة طبعاً محبطة جداً وبخيب إلى الآمال فعشان هيك لازم تكون حذر فيها وما تتخذ قرارات حاسمة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص ممكن شاركوا في حفل أو مناسبة سعيدة أهم إنكم ما تبقوا وحيدين بل ساروا للمشاركة بالمناسبات والدعوات واللقاءات الاجتماعية وحاول إنك تلعب دور بناء في محيطك ومجتمعك اليوم رح تتمتع بحضور لافت وشعبية وواسعة الرؤية طبعاً عندك واضحة وما بيجوز إنك يعني إنك تتجنب أخذ قرارات ولكن بدك تدرسها بشكل جيد اللي تكون لمصلحتك مش ضدك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس اليوم تقدروا إنكم تحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل وهذا يوم مناسب للأشخاص اللي بدهم أو بيبحثوا عن عمل أو بدهم يعززوا علاقاتهم مع المسؤولين أهم شيء إنه اليوم ما تجازف بسمعتك أو حتى باستقرار وظيفتك يعني بدك تداوم ما تتغيب عن عملك وحافظ على سمعتك من أي تصرف ممكن إنه ينال منها مثل مخالفة القوانين المجازفات والمغامرات والتهور تجنبوا التصرفات الإرتجالية ركزوا بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لعمل آخر نظموا أعمالكم عشان تقدروا تنجزوها بكامل برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم رح تنشطوا في أمور كثيرة منها السفر والاتصالات الحوارات النقاشات وخصوصا مع أشخاص خارج البلاد أو أجانب ما أهم شيء تكونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن اليوم عندك اندفاع وحماسة وهدولة الاثنين رح يتركوا أجمل الانطباعات عنك بسبب حيويتك الفائضة ودماثة روحك اليوم أنت عندك طاقة فياضة حتى على المستوى العاطفي ابتطمئن خواطرك وتختفيها واجسك هاي فترة إيجابية جدا فلا تضيع عليك الفرصة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو اليوم التركيز كله على الأموال المشتركة اتفحصوا حساب مالي مشترك خففوا من النفقات ممكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم تكون بحاجة للرعاية بدك تكون مرن ما تتنازل عن حقك شرط الامتناع عن فرض الرأي أو التسلط به وحاول أنك تبحث عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف ولا تهم الملف ولا قضية التركيز كله رح يكون على الأمور المالية في فرص لبعض المكاسب من مستردات دعم قرب نوع من أنواع أخذ فلوس أو حقوق لا إلك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا الآن بتتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشتركة بيجمعكم بشركائكم سواء شركاء العمل أو شركاء العاطفة القمر موجود مقابلك تماما هذا الإشي يدعمك بشكل إيجابي على الإشي اللي ذكرناه ولكن طاقتك بتكون ضعيفة فعشان هيك بتكون أكثر تفهما لوجهة نظر شركائكم إن كان أزواج أو شركاء عمل حاولوا برضو تنسقوا بين مختلف الواجبات حافظوا على هدوءكم الكامل اليوم ما بجوز المشاكل والمعاندة والحدية بالطباع هاي الفترة فيها نوع من أنواع الضغط الأوضاع ممكن تصعب إذا عملت بعض المشاكل ممكن أنت اللي تكون مخطئ أو تنعكس الأمور ضدك هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر